السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نيمو الرفاع النهاردة ان شاء الله هنعمل حلو حاجات كده العيد ميلاد جنب التورتاية هنعمل كيكة شوكولاتة وبسبوسة جنب كده التورتا اول حاجة كده معي البسبوسة معي معلقتين سمن كبار وكباية زبادي هنقلبهم الاول كويس مع بعض دي اسهل خطوة بسبوسة في الدنيا كلها بصراحة ما خدتش معي دقتين بالضبط او دقيقة في عمايلها بصراحة بعد كده انا معي كيس من نوع ده اللي هو حلو الشام ومعي كيس نوع الربيئة حلو الشام الميزة عنه عن التاني ان هو فيه جسد الهند باين اوي فيه يعني مش ريحة بس لا ريحة وطعم وكباية الزبادي اللي انا فضتها في الاول بملاها بالضبط مية واروح مفضيها وقلب بقى كويس واروح جايب الصينية دهنا يا سمن بعد كده افضي فيها الخليط ويكون الفرن شغال على درجة حرارة مية وتمانين الرف الوسطاني نشغل تحت بس اول حاجة تحت بس بعد كده اول ما الحروف تحمر اروح مش اغلا الشواية على طول بعد كده بابلي ايدي عشان اساوي الوش لازم ابيلي ادي مية عشان اساوي الوش كده حلو او زي منتو شايفين بس ركنت الصينية هي اعمل بقى الصينية التانية في نفس الطبقة اللي انا عملت فيه كمان معلقتين سمن وكبات زبادي هده هنوم كويس احط عليه خليط البسبوسة الجاهز وقلبة الزبادي بملاء مية وارح اطاها على الخليط بس هو ده كل اللي عام يلبسبوسة يعني مش هتاخد منك دقيقة واحدة اهو حطيت عليها المية بس اجيب بقى الصينية وادهنة سند واروح مفضية فيها الخليط انا هعمل ثلاث صواني بسبوسة ان شاء الله ادي كده اول اتنين هروح عامل بقى الشربات واعمل بقى الصينية التالتة روح هروح ايدي مية عشان اساوي الوش بتاع الصينية وهبدا كده هبدا عالرخام عشان لو في فراغات ولا اي حاجة او زي ما انتو شايفين هدي اه خبط على دي واعمل برضو التانية يلا بقى نعمل الشربات معايا تلت كباية سكر واربع كباية مية وعصرة لمون يعني نقطتين تلاتة كده يعني ما نقطرش اوه عشان طعم اللمون ما يبقاش باين اوه في الحلويات بس كده واخلي بقى النار شربات البزبوسة بيكون خفيف بعد كده اوه بعملو السنية الثالثة كل حاجة هي معاكو عشان تشوفوا مادة سهلتها بصراحة معلقتين سمن كباية زبادي خليط البزبوسة واملأ كباية الزبادي مية بس ايا كده البزبوسة خلصت عاملت معاكو واجيب صنية دهنة سمت وفضي فيها الخليط ودخل في الفرن على طول انا كنت احطى واحدة في الفرن الكهربائي وحطى اتنين في الفرن بتاع البتو جاز اللي تطلع يكون الشربات سخنة على طول اروح سقياها على طول بالشربات ودلوقتي هنعمل كيكة معايا كيكة الشوكولاتة كباية لبن كباية زيت نص كباية كاكاو وكباية ومص سكر كباية لبن كباية زيت نص كباية كاكاو كباية ومص سكر لو انت عايزها مسكرة عايزها مصبوطة تبقى كباية سكر بعد كده هتطلع معايا الشوكولاتة كده اروح شايلة كباية كده على جن واروح قصرة بطين في قلب الخلاط واسبها تتضرب برضو تاني بعد كده معايا كباية دقيق ومعايا معلقة صغيرة بيكينج بودر وافضع عليها الخليط وهقلب بقى وهدهن الصينية بتاعتي هدهنة سمن وهحط عليها معلقة كاكاو عشان الكيكة ما تلزقش وبرضو على درجة حرارة 180 الرف الوسطاني هنشغل تحت بس لمدة مص ساعة هيبتعد نص ساعة بالزبط بعد كده انا عملته ما شاء الله خمس ثواني واول لما طلعه رحت زي منتو شايفين كده قعدت كده اشكك بها كده بعد كده رشيت لبن عليها فيه ناس بتحب تسقيها شرباط انا عن نفسي بحب يعني اسقيها لبن وفيه ناس بتحب تسقيها شرباط وفيه ناس بتحبها كده اروح انا مقطعها التقطيع بقى اللي يريحك التقطيع ده حسب زوك عايزة التقطيع كبير عايزة التقطيع صغير ده حسب زوك بصراحة بعد كده الكوباية اللي احنا كنا شعلينها في الاول خالص هنفضيها على وش الصينية اهو بعد كده بقى بالمعلة بقى نزبط يعني وكده بعد كده بقى التزيين بقى ده بتاعك انتي عايزة تزيني شوكولاتة فرماسية عايزة تزيني فواكه التزيين ده بتاعك انتي بصراحة يعني اهو زي ما انتو شايفين ايه كل حاجة طلعت ايه وجهزت وزي انتها كمان والبزبوسة ساقتها واجيبلكو دلوقتي وانا بقطع البزبوسة وبقطع برضو الكيكة الشوكولاتة اهي البزبوسة اهي الخرطة بخرطتها بصراحة ولا مفرولة ولا اي حاجة خالص واجيبلكو دلوقتي كيكة الشوكولاتة برضو اهي زي ما انتو شايفين ايه الشوكولاتة من عليها تحفى وان شاء الله تكون تجربوها ان شاء الله وتعجبكم وبالفة هنا وشفة وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته